موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبابي كنت منا تكونوا في صحة جيدة والفيديو ديالي إلقاكم وانتما في أحسن أحوال إلا كنتوا أول مرة كتظروا القناة ديالي ما تنسوش تتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس بش يوصلكم ديما الجديد وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم على بركة الله اليوم ما اختاريت نحضر معكم واحد الأكلة مغربية شائبية كيلي تقولها البقولة كيلي تقولها الخبيزة كما كتشوفوا هدي الخبيزة ديالي أو البقولة أنا نقيتها مزيان حيث من هدوك الأوراق الصوفر اللي كيكونوا فيها وغسلتها مزيان كما كتشوفوا الخبيزة كتبغي تغسل مزيان مزيان كنجيبوا الخبيزة ديالنا كنقطعوها أطراف صغار الأطراف اللي كيكونوا لتحت كيكونوا شوية صعيب أنهم يتقطعو نقطعو الخبيزة ديالنا كما كتعرفو الخبيزة ديال وقيتها ديالها وقيتها البرد كتكون موجودة كنقطعوها كيفما كنقطعو القزبون مع النوس تقطع أطراف صغار كما كتشوفو كنقطع ديال الأوراق ديالها كيجيوهما شوية صعب أنهم يتقطعو هنجيب كوكوت هنضيف لها كمية اللي عندي ديال الخبيزة أو البقولة يعني كملت الكمية اللي عندي كما كتشوفو هنضرت لها كمية ديال الماء وغنضيف لها معلقة صغيرة ديال الملح وغنضيف لها جوج مع علقة ديال الزيت الرومية كما كتعرفو البقولة ما كتحتاج للماء بزاف حيتي هي أصلا ملك الطيب كتلق الماء ديالها نخلطها باشدخل مع الملحة والزيت نضرقوا الكوكوت ديالنا ونخلوا البقولة ديالنا والخبيزة الطيب كما كتشوفو هي الخبيزة ديالتي من بعد ما طابت غادي نصفيها على مين ما تصفها غادي نوجد هنا هنا عندي جوجمات عشاش كبار كمية من قصبورة مع دنوس وعندي هنا خمسة ديال فصوص ديال توما غا قطعتهم ما حكيتهمش غادي نضيف معلقة صغيرة ديال الملح جوجم معلقة ديال الابزار جوجم معلقة صغار وجوجم معلقة ديال سكنجبير كما كتشوفو كنضيف نصف كاس ديال الزيت زيت السيتون كنخلط ما طيشاو القصبور مع دنوس ينساجمو غاديهم فوق النار اولا غا نضيف ليهم الزيتون والحامض ومن بعد غاديهم فوق النار يطيبو على عافية هيلة كما كتشوفو انا دا بدرتهم فوق النار كما قلت ليكم على عافية هيلة مع التحريك كما كتشوفو هيا ما طيشا ديالتي بدتك الدبال فيها تلاتناء غادي نضيف الخبيزة او البقولة اللي سقطرناها غادي نخلطوها بس نتاجم مع ما طيشا نخلطوهم زيان ها هي كما كتشوفو هني خلطتها غا نضرق عليها طيب على عافية هيلة من بعد غادي نضيف لها جوج فلفلات كمية ديال الفلفلات اللي عندكم حيس هي كسبغي الحرور انا جبت لي الواليدة ربعة الفلفلات كما كتشوفو نخلطها ونغطي اليها الطيب وها هي الخبيزة ديالتي من بعد ما طابت كتطلع معها واحدة رحية سلام كنتمنى انكم تجربوها وبصحة والراحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة